بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين في فيديو عددات شبكية سوف ناخذ لاب رح نطبق في الانترنال بي جي بي مع الائي بي الاصطار السادس البي جي بي الاصطار الرابع أصبح يدعم العمل مع الائي بي الاصطار السادس من خلال التحديث الامبي بي جي بي او اللي يطلق عليه ملتي بروتوكول بي جي بي ورح ناخذ لاب رح نطبق من خلاله البي جي بي الائي بي الاصطار السادس ورح ناخذ النوع الانترنال بي جي بي وذلك بهدف التعرف على الاوامر لتفعيل البي جي بي الائي بي الاصطار السادس وهذه الاوامر رح تكون بالشكل التالي طبعا هنا رح تتنفذ على الراوتر واحد وهي نفس هذه الاوامر رح يتم تنفيذها على الراوتر اثنين ولكن بالعناوين والأرقام التابعة للراوتر 2 عندي الإعدادات بالشكل التالي أول أمر اللي هو الـ IP version 6 Unicast Routing هذا الأمر بفاعل عملية توجيه البيانات على مستوى العناوين المنطقية الإصطار السادس لأن الراوترات سيسكو بتدعم الـ IP الإصطار السادس ولكن تحتاج إلى تفعيل من خلال هذا الأمر إحنا بنفعل طبعاً أن الراوتر يتعامل مع الـ IP الإصطار السادس بعد كده أدخل على الـ Interface Fast Ethernet 00 اللي هو المنفذ اللي يربط الراوتر 1 مع الراوتر 2 وأقوم بيعطاه الـ IP Address الخاص فيه اللي هو IP version 6 Address 2000-Column 1-64 طبعاً المنفذ المقابل رح يكون 2000-Column 2 بعد كده بما أنه هو منفذ فيزيائي فلازم نكتب الأمر No Shutdown لتفعيل المنفذ بعد كده Exit لكي نخرج من المود الفرعي لهذا المنفذ وندخل على الـ Interface Loop Back 0 واللي من خلاله حنقوم بوضع الـ IP Address اللي هو 111-Column 1 هذا الـ IP رح نستخدمه في تعريف الراوتر 2 على الراوتر 1 من خلال هذا الـ IP لأنه لما نعرف الراوتر على جاره من خلال Loop Back Address أفضل بنحن نعرفه من خلال الـ Inter-Fysical Address اللي هو رح يكون 2001 لأنه الـ Physical Address ممكن تحصل فيه مشكلة فلو طبعا في السيناريو الواقعي رح يكون عندي أكثر من مسار يربط الراوترات مع بعضها البعض فبالتالي لما يحصل مشكلة في المسار رح ينتقل إلى المسار الآخر وما رح تتأثر علاقة الجيرة لأن علاقة الجيرة مبنية على منافذ اللوبباك وليست على المنافذ الفيزيائية ومنفذ اللوبباك هو عبارة عن منفذ برمجي يتم إنشاءه في داخل نظام التشغيل هو أفضل من الفيزيائي لأنه لا يتعطل إلا في حال توقف نظام التشغيل عن العمل نعطيه الـ IP Address IP Virgin 6 Address 111.1.64 ومن ثم Exit بعد كده رح ننشئ Static Route يرشد الـ Router 1 على جاره الـ Router 2 من خلال الـ IP Virgin 6 Route اللي هو رح يكون ألف واثنين دبل كوليم واحد مش شرط نحط واحد ممكن على طول سلاش أربعة وستين ألفين اثنين يعني Next Hub هو ألفين واثنين اللي هو الـ Router 2 ولو حبينا نتأكد أن الـ Static Route شغال ممكن نقوم بكتابة الأمر Bing ألف واثنين دبل كوليم واحد ونشوف هل الـ Pink ناجح معناته الـ Router 1 قادر على الوصول إلى الـ Router 2 من خلال داخل الشبكة الموجودة في داخل الـ Router 2 اللي هي ألف واثنين بعد كده رح ننشئ الثلاث شبكات اللي عندي اللي هي FEC 012 وثلاثة ضمن ثلاث منافذ Loop Back عندي Loop Back 1 IP Virgin 6 Address الشبكة واحد بعد كده عندي الشبكة 2 في Loop Back 2 بعد كده عندي ثلاثة في Loop Back 3 بعد كده Exit أنا بكده انتهيت من مرحلة الإعدادات الأساسية اللي جاي بعد كده هو إعدادات بروتوكول الـ BGB عندي هنا الأمر راوتر بي جي بي ونشوف الأتنو السيستم هي موحدة بين الاثنين عشان كده العلاقة بينهم رح تكون إنترنال بي جي بي مش إكسترنال اللي هي الأتنو السيستم نمبر خمسة وستين ألف فنكتب الأمر راوتر بي جي بي خمسة وستين ألف بعد كده محتاجين نكتب الأمر بي جي بي راوت اي دي أربع وحيد هذا الأمر إلزامي لكي يعمل بروتوكول الـ BGB فين؟ في نظام الـ IP الاسطار السادس في نظام الـ IP الاسطار الرابع هو كان يعني موجود بس إحنا كمهند الشبكة هو option إذا حبيت أقوم بإعداده وإلا فسوف يعد نفسه بنفسه أما هنا في الـ IP الاسطار السادس أنا ملزم بإعداده لأنه ما راح يكون عاجز على أنه يعد نفسه بنفسه لماذا؟ لأنه ببساطة راح تكون عملية بالنسبة للـ IP الاسطار الرابع إذا أنا ما كتبت الـ Router ID للـ BGB راح يقوم الـ BGB بإنشاءه بنفسه من خلاله راح يبحث في هل يوجد ديه Loop Back Interface ولا لا إذا كان عنده Loop Back Interface فعنده راح يقارن القيم الخاصة بالعناوين الموجودة في الـ Loop Back Interface أعلى IP Address راح يكون هو الـ Router ID الخاص بـ Router BGB إذا ما كان عنده Loop Back Interface فعنده راح يشوف منافذه الفيزيائية ويختار أعلى IP Address لكي يختاره كـ Router ID الـ Router ID فكرة أنه هذا هو الاسم في بروتوكول الـ Router BGB راح يعرف عن نفسه إلى جيرانه من خلال هذا العنوان هذه فكرة الـ Router ID زي ما ذكرنا بما أنه ما عندنا هنا في الـ Lab أي عنوان IP version 4 فأنا ملزم بإعداد الـ Router ID إذا ما قمت بإعداده فعنده الـ BGB عندي في داخل الـ Router ما راح يشتغل أعطينا هنا كمثال 4 وحايد بعد كده الـ Neighbor اللي هو نعرف الـ Router 1 على جاره الـ Router 2 لأنه ما عنده طريقة التعرف الـ Dynamical BGB سواء كنا نتكلم عن الـ IP لصدر الرابع والـ IP لصدر السادس إحنا محتاجين نعرفه بشكل يدوي من خلال الأمر الـ Neighbor بعد كده ألف واثنين دابل كوليم واحد اللي هو الـ Loopback Interface 0 اللي موجود في الـ Router 2 بعد كده نحدد الـ Remote Attenum System اللي هي راح تكون معاه في نفس الـ Attenum System 65000 بعد كده Neighbor ألف واثنين دابل كوليم واحد Update Source Loopback 0 وهذا نستخدمه لما نعرف الجيران على بعض البعض من خلال عنوان منفذ Loopback وليس عنوان فيزيائي فعندنا نستخدم هذا الأمر اللي بيحدد التحديثات من أين سوف يتم إرسالها فإلى الـ JAR راح يتم إرسالها من خلال Loopback 0 إلى هنا إلى هذا المقطع هذه الأوامر نحن عارفين ومتعودين عليها لما نجي نتعامل مع الـ BGB أو بشكل أدق الـ Internal BGB الـ IP الإصدار الرابع الجديد هنا هو هذا الأمر الـ Address Family IP Version 6 لكي أبدأ أكتب العناوين وسوي عملية Activate أو عملية تفعيل لعملية الجيرة لابد أني أدخل على الـ Address Family IP Version 6 راح يدخلني على مود فرعي في داخل المود الخاص بالـ BGB اللي هو المود الـ Address Family هنا راح أكتب الـ Neighbor اللي هو الـ Router 2000 ألف واثنين دابل كوليم واحد وأكتب الأمر Activate تفعيل لو ما كتبت هذا الأمر ما راح تحصل علاقة الجيرة ما بين الـ Router 1 والـ Router 2 فيجب كتابة هذا الأمر لعملية تفعيل للـ JAR أنه لبناء علاقة الجيرة ما بين الـ Router 1 والـ Router 2 بعد كذا أكتب الشبكات اللي أنا أبغى أعرفها وأعلن عنها في بروتوكول الـ BGB والموجودة في داخل الـ Router 1 عندي هنا Network FAC01 وعندي 2 وعندي 3 ومن ثم Exit للخروج من المود الفرعي الخاص بالـ Address Family وبعد كذا Exit أخرى للخروج من المود الفرعي الخاص ببروتوكول الـ BGB هذه الأوامر اللي شفناها هي نفسها راح نطبقها زي ما ذكرنا على الـ Router 2 ولكن بالـ IP هات التابعة والعنوين والأرقام التابعة للـ Router 2 ووقتها راح تحصل عملية بناء الجيرة ما بين كل الـ Routerين على مستوى الـ Internal BGB وعشان أتأكد من أنه من أن الإعدادات تمت بشكل سليم وصحيح طبعا أول نقطة راح تخلينا أتأكد منها أنه أقدر أني من خلال الـ Router 1 أني أقوم بعمل Bing على الشبكات الموجودة في داخل الـ Router 2 وكذلك أعمل Bing من الـ Router 2 على الشبكات الموجودة في داخل الـ Router 1 من الأوامر اللي راح تفيدني في عملية التربل شوتينج والتحقق هي عندي لرؤية جدول التوجيه الخاص بعناوين الـ IP الـ Star السادس بعدك عندي لكي يقرأ جدول الـ PGB واللي يشبه جدول التابولوجي في بروتوكولات زي الـ OSPF وليها يجربي أما لرؤية سامري ملخص راح أكتب شو آي بي بي جي بي سامري من غير آي بي فيرجن سيكس ولو حبت أشوف العلاقة الجار أو الجار اللي أنا متصل معه أكتب الأمر شو آي بي بي جي بي نيبرز ومن غير ما أضيف الفيرجن سيكس مباشرة زي ما كنا نكتبه في الآي بي الـ Star الرابع طيب نبدأ الإعدادات مع الـ Router 1 نروح على مستوى الـ Global Mode بعد كده نبدأ بـ طبعا أول أمر اللي هو IPv6 Unicast Routing بعد كده عندي الـ Interface Fast Ethernet 0-0 اللي تربط الـ Router 1 مع الـ Router 2 IPv6 Address راح يكون 2000 double column 1-64 بعد كده 1001 أو double column 1-64 طبعا لازم نكتب IPv6 Address بعد كده 1001 column أو double column 1-64 ومن ثم exit خلوني كمان أروح على الـ Router 2 Configuration Terminal عندي الأمر IPv6 Unicast Routing بعدين Interface Fast Ethernet 0-0 IPv6 راح يكون 2000 واثنين 35 slash 64 لا طبعا لازم أنا دائما بنس الـ Address IPv6 address 2000 دابا لازم دابا لازم دابا لازم كده بعد كده إذنين سلاش الادرس راح يكون الالف واثنين دبل كوليم واحد سلاش اربعة وستين انتر ثم اكزيت على الراوتر واحد راح انشئ الستاتيك راوت اللي تشير الى الشبكة الف واثنين من خلال الامر ip version 6 راوت الف واثنين دبل كوليم سلاش اربعة وستين يتم الاتصال عليه من خلال next hop الفين دبل كوليم اثنين انتر وكذلك على مستوى الراوتر اثنين ip version 6 عنوان الشبكة اللي هو الف او شي نكتب راوت المسار او عنوان الشبكة اللي هو الف واحد دبل كوليم سلاش اربعة وستين يتم next hop اللي كي نصل اليه هو الفين دبل كوليم واحد انتر نتأكد من صحة الاعدادات حتى الان من خلال الامر دبل كوليم واحد ممتاز ممتاز طيب الان نكمل باقي الاعدادات على مستوى الراوتر واحد عندي الانتر عندي الانتر فيس لوب باك واحد الابي فارجن سيكس ادرس رح يكون الاف اي سي صفر كوليم واحد دبل كوليم واحد سلاش اربعة وستين اكزيت انتر فيس لوب باك اثنين اي بي فارجن سيكس ادرس اللي هو الاف اي سي صفر دبل كوليم اه طبعا كوليم بعدين اثنين بعدين دبل كوليم واحد سلاش اربعة وستين اكزيت بعد كده عندي الانتر فيس لوب باك ثلاثة اي بي فارجن سيكس ادرس اف اي سي صفر كوليم ثلاثة دبل كوليم واحد سلاش اربعة وستين اكزيت اكزيت ممتاز الان انتهينا من العدلات الاساسية نبدأ نفعل بروتوكول البي جي بي من خلال الامر راوتر اه بي جي بي خمسة وستين الف عندي الامر نيو اه اوه شي راوتر اي دي من خلال الامر بي جي بي راوتر اي دي اللي هو راح نحطيه مثلا اربع وحايد بعدين نيبر الف واثنين كوليم دبل كوليم واحد الريموت اتونومس سيستم معاه في نفس الاتونومس سيستم خمسة وستين الف بعد كده نيبر الف واثنين دبل كوليم واحد الابديت سورس اللي هو اللوب باك صفر بعد كده ندخل على الادرس فاميلي اي بي فيرجن سيكس نيبر اللي هو الراوتر اثنين اللي متمثل فيه العنوان الف واثنين دبل كوليم واحد اكتفيت كده احنا فعلني علاقة الجيرة بعد كده عندي الاعلان عن الشبكات الثلاثة الموجودة في الراوتر واحد من خلال الامر نيتورك عندي الاف اي سي زيرو كوليم واحد دبل كوليم سلاش اربع وستين عندي نيتورك اثنين وعندي نيتورك ثلاثة بعد كده اكزيت او اند اخراجي الى مستوى الانيبل الان نقوم بالاعدادات على مستوى الراوتر اثنين عندي الانترفيس لوبباك واحد اي بي فيرجن سيكس ادرس اللي هو الاف اي سي صفر كوليم عشرة دبل كوليم واحد سلاش اربع وستين بعد كده اكزيت عندي الانترفيس لوبباك اثنين الى اي بي فيرجن سيكس ادرس راح يكون الاف اي سي صفر كوليم عشرين دبل كوليم واحد سلاش اربع وستين اكزيت بعد كده عندي الانترفيس لوبباك ثلاثة الى اي بي فيرجن سيكس ادرس راح يكون الاف اي سي صفر كوليم ثلاثين دبل كوليم واحد سلاش اربع وستين من ثم اكزيت الان نفعل بروتوكول البي جي بي راوتر بي جي بي خمسة وستين الف بعد كده بي جي بي راوتر اي دي اربعة اثنين بعد كده عندي النيبر اللي هو الف واحد لا ايو الف واحد دبل كوليم واحد الريموت اتونومس سيستم هي خمسة وستين الف بعدين النيبر الف واحد دبل كوليم واحد الاب تيت سورس راح يتم ارساله من خلال اللوبباك صفر مباشرة زي ما انتو شايفين قامت علاقة الجيرة لان انا نسوي الستاتيك راوت ممتاز بعد كده ايش المتبقي عندي الادرس فاملي ادرس فاملي اي بي فيرجن سيكس النيبر الف واحد دبل كوليم واحد اكتفيت بعد كده عندي نتوورك عندي ثلاث شبكات للإعلان عنها اللي هي الف اي سي صفر كوليم عشرة دبل كوليم سلاش اربع وستين عندي الشبكة عشرين وعندي الشبكة ثلاثين ثلاثين بعد كده اند طيب نشوف اول شي جدوى للتوجيه هل الراوتر اثنين سارعان عنده علم بالشبكات الموجودة في الراوتر واحد ولا لا يعني هل تبادلوا التحديثات مع بعض شو اي بي فيرجن سيكس راوت نلاحظ مع بعض انه تم تبادل الشبكات لاحظوا عندي ثلاث شبكات اللي هي الواحد واثنين وثلاثة الآن من على مستوى الراوتر اثنين لو حابب ابنق على شبكات موجودة في الراوتر واحد حكتب الامر بينق مثلا عندي الشبكة ف اي سي صفر كوليم ثلاثة دبل كوليم واحد لاحظوا معايا البينق نجح كذلك لو رحنا على الراوتر واحد وكتبنا الامر بينق ف اي سي صفر كوليم ثلاثين دبل كوليم واحد ايضا نشوف ان البينق نجح عندي مثلا من الاوامر شو اي بي فيرجن اول شي لا اي بي بي جي بي اي بي فيرجن خلينا نشوف سامري زي ما احنا شايفين علاقة الجيرة قائمة واضحة منذ دقيقة و 87 ثانية الاصطار هو نفسه البي جي بي للصائر الرابع نفس الاصطار الذي يعمل بالاي بي الذي يعمل مع الامر pem البينج الرابع هو نفسه نفسه التي يعمل مع الامر المستidis كب جي بي طبعا النابل اللي هو اولف واثنين Liv1 شو آي بي بي جي بي فيرجن سكسي يوني كاست. نشوف مع بعض عندي الشبكات اللي بيعرفها البي جي بي ستة. ثلاثة داخلية موجودة في الراوتر واحد وثلاثة خارجية موجودة معها في نفس الاترن والسيستم لكن موجودة في الراوتر اخر اللي هو الراوتر اثنين. الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو. كان معكم حزم مرشد من الشبكات الرغمية. اشوفكم في اعدادات شبكية قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.